نتهايق لي إحنا قلنا لصاحبة القصة النهاردة كتير قوي وكلام من وسط الكلام لو شايفة نفسك قليلة وهي لي حرية الاختيار بس أنا عايزك تقولي كلمة الأول لكل ست وتاني إحنا منتكلمش في الدين لأنه لأنه الشارع إحنا مش هنتدخل فيه أو في ظروف معينة يجوز له أنه يتجوز وفي ظروف معينة بتبقى الست راضية وتقولك ما تتدخليش وما لكيش دعوة وأنا شو تابعيني أنه أنا اللي غلطانة وأنا اللي ست أنا اللي وحشة وصيبها القعدة أنا بتكلم عشان ما شعرك وفي ست تانية ممكن تروح تتعالج نفسياً طول عمرها أو بيوصابوا فعلاً بأمراض مزمنة وأمراض خطيرة وبتؤدي إلى موت لما جوزها فعلاً يجوز عليها فأنتي تقولي إيه للست اللي أول اختياراتها بتبقى راجل ما تجوز فهميها كده إيه اللي بيحصل شايفة إن هي تبصن نفسها بنظرة مختلفة بيحس إنها ما تقبلش بنص راجل بس على فكرة إحنا رجعنا تاني بس أنا عايز أقولك على حاجة نص راجل فيه ستات تانية وفيه بنات تانية عايزين الراجل المتجوز لهدف تاني خالص إنه يكون مشتور الوقت هو عرفها يعني أو واو هيجي وين في الأسبوع أوه هي مش هزاكتر من كده آه إنه هيصرف عليها ويجي وين في الأسبوع وهي عندها اهتمامات كتيرة في الحياة ودراسة وشغل ما خليها مش فارق معها تي بترويجي لل أنا بقولك راجعوزك موجود في المكتبع ما عارفة لو ممكن حتى ما يجيش خزبوك الكريمة في التليفون بس إحنا متجوزين لما نبقى نسافر بار بصي خلينا نحدد الكلام على نورة آه لإنه في لإن أنا مش هزايد على تجاري بحدك وفيه ناس بتبقى بتعمل الحلو هي عارفة يتعمل لو بصيتي على المكتمع دلوقتي إحنا على فكرة وفيه فترة من المكتمع يعني في وقت مجتمعنا أنا لو أنا هتكلم عن نفسي أنا جدي وجدي الاثنين متجوزين اثنين واثنين جدي أنا كمان عارفة أهو ما أنا بقولك يا جماعة إحنا بنتكلم جدي إنه بتلاقي بعد حقبة من الزمن ممكن تكون ستين سبعين سنة بتلاقي الزمن تاني راجع يكرر نفسه فأنا بقولك هو جدتي الاثنين يا حبيبي ماتوا والضرر هم اللي عايشين لا واحدة منهم ماتوا تورايا وفيه ضررر لسه عايشة فتبقى ده عادي إنه إحنا كنا متقبلين وعادي بنروح لجده هنا وجده هنا وعادة مع فما مع جديتي دي مع تتاة أو مع تيتا التانية فأنا خايفة إنه إحنا نكون بنرجع تاني للحقبة دي إنه إنه لو إنتي قلت إنه لأ بلاشت بإنتي تقبالي بنص راجل أو إنه المجتمع هيبصلك على إنك إنتي ستبنة أو درجة تانية ولا تفرق لها ما إحنا كان زمان عندنا الكلام دي يقولك أنا أنا جيل أمي هو ده اللي رفض يعني أنا ما لقيش مثلا حد من صحابي إن أبوها متجاوز اتنين بس أنا شايفة إن كل واحد مسؤول عن تجربته الخاصة طبعا وشايفة إن الراجل المتجاوز بالمنطق بتاع نورة المشكلتنا النهاردة لشيحنا حاسة إن إحنا صرحنا في حاجات تانية لا إحنا لازم نقول على كل خلي بالك نورة قدرت تبعت في كذا نورة يا وفاق لا إحنا ما بعدتش كلامها بيقول إنها لسه ما بعدتش لا قدرت تبعت لينا آه تبعت لينا في كذا نورة يا وفاق وأنا ده اللي بأصل عليه إن إحنا مش لازم ناخد حد تجربة إحنا لازم نتكلم على كل أنا ما بحبه في حلقاتنا إحنا في كله مش نعشي كله وتعالي نورة نلعب معاه أوكي قول يا حياتي فأنتي شايفة أنا نورة الوضع اللي نورة فيه محسوم لأنه حد سام علاقتها بيه سامة هو مستغل جدا عايز يستغلها ماديا وهي لما بتلجأ للتفكير في حلول بديلة عن الحاجات اللي هو عايزها بيقطعها تاني ويمشي فهو وبتدا يتنرفز عليها طب تفكر مع نفسها شوية يعني إيه المكسب اللي بغضو من العلاقة دي غير غيران علي إيه يا وفاق لا لا بتنرفز عليها إيه يا وفاق غيران علي وبيشتمني وبيزعق لي بيزعق غيران ما هو بقى إيه سائدت التفسير النرفازة والمعاملة السيئة على إنها غيرة دي مشكلة كبيرة قوي فحلو إن إحنا برضو نتكذ عليها العرض تخيلي ضربني عشان أنا عصبته وهو بيموت آآ آآ فيه ايه ده الكلاشي المعروف واللعبة النفسية المشهورة بتاعت أصي انتي اللي خلتيني استفزتيني انتي اللي خلتيني يميد شفتي خلتيني أخونك إزاي شفتي خلتيني جوزت علي شفتي أنت سبتك كم يوم وجودت عليك شمو تمت بيه بيه ما تي عدم مع أولادك يا هنم مش فاضي علي يعني على فترة الرجل الإلسام أنا بعد الحلقة دي رجالة مشكل العيان الرجل التوكسيك شوية بيكون بيحب سراع السيطات عليه جدا بيحب جدا إنه يقول لك إيه طب خذيني منها فاهمة أنت الجملة دي بتتكرر كتير قوي يعني إبزلي مجهود يعني إبزلي مجهود وإنتي اللي سبتيني ليها وإنتي اللي مش عارف إيه عشان يخليكي تفضلي طول الوقت إنتي تعملي مجهود علشان تجيبيه تاني وهو يبقى مستمتع قوي والإيجو بتاعته منتفخة بسبب بيتصرعوا عليه يا حبيبي برتمام ربا وياما من كذا واحدة دخلت عمليات غلط راح تعمل وتقول لك أسانة عشان أنا جسمي وكانش عاجبه بعد الولادة أسانة رحت حطيت مش عارف إيه في شعر يا أسانة أنا دايما بقول أنا مش ضد أبدا أبدا الست تهتمم نفسها مش عشان هو بس عشان نفسها عشان هي شايفة إنها عايزة تعدل أو يا وفاق مش راجل بيتريق عليها أو مش عاجب أو مقيس تعجبنا إحنا الاتنين يعني أنا متفقة مثلا أنت بتحب الست الروفاية أو الست المليونة هو أنا عجبني مش نتخن عشان خطرك ولا خص عشان خطرك أنا نوصل لحل واسط ده لقصدي عليك في ستات بتبقى مش حبة شكلها بتبقى أمر من بره وهي مش شايفة نفسها حلوة لأنه هو مضمرها نفسيا زي اللي عملوا معها ده أنت عارفة إنه في عرض مراضي في الطب النفسي إنه اختلال في صورة الجسم إنك ممكن تبقي جسمك عادي جدا بس أنت شايفة زي بوليميا أنت مش موجودة لا أنت شايفة أنا شايفة نفسي تخينة زي بوليميا وانت مش كده يعني أنت بتقعد المريضة تقولك لا أنا أنا تخينة فعلا أنت زي مش وقدة بالك وهي بكون قسمها عادي جدا فهي دي الفكرة أنا مبسوطة إنه في القصة بتاعت رؤيتها لنفسها سلبية بالكامل طبعا وده اللي أخدنا القصة النهاردة العمارة بتكلم في كل الجوانب لو أخدتوا عشان أكيد لو أخدتوا بالكم لأنه أكيد فيه ستات كتير بتتفرج إنه قصة النهاردة هو معرفش خالات حسنية مش جدعة ده هو كانت اللي جاية أنت زي ما وقفتش جنبي سيا فائت فوقيها بقى عشان نختم يلا محتاجة يا نورا إن كانت تنسحبي من العلاقة دي مش عايزة أخذ لها قرار إن أنا أقول لها سي بي سي بي لا 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 هي ممكن تعمل حدود كويس أو هي قاعدة زي ما فتحت له الحدود إنه يبقى في درجة القرب دي تعمل حدود إنه كمان خلاص تبعد عنه لأن الموضوع محسوم هو راجل متجوز مستغل طول الوقت هو بيلعب بيها عايز يستغلها عصبي بيتطول عليها يعني هي مش مستفيدة من العلاقة في حاجة فعايزة أقول لها أنت كويسة أنت فيك حاجات حلوة قوي لو ركزتي فيها هتلاقي إنك تستهلي أحسن من العلاقة دي بكتير وربنا يكرمها وأنا بوجه كلامي ده لبنات كتير جدا وده على فكرة مشكلة شهاد أو حاجات إحنا بنقولها في الحلقة أنا بس فعلا بشوف إن في بنات خسارة جدا ترمي نفسها في العلاقات دي وربنا ممكن يكرمك بسيد سيدو وتهري يا شيخ بالضبط وساعات البنت لما بتتعاليك وبتعرف قيمة نفسها وبتشتغل على نفسها الوقت طويل ترجع هي تاخد قرار إنها تنفصل أو تفق خطوبتها أو تتطلق لأنها شايفة إنها مش مضطرة تستحمل الشخص ده أكتر من كده أنا أستهل معاملة أحسن من كده بتبتدي تفهم شعورها بالاستحقاق بيتبالور بقى بيبتدي بقى فعشان كده بقول اشتغلي على نفسي كنتي أن أنت تبقي سعيدة ومبسوطة بابنك وبحياتك وبإنك جاهدتي في إنك تبقي كويسة وتزبطي حقوضعك المادي وانهي العلاقة دي انسحبي منها لأنها علاقة سامة بالبلدي كده اقفلي الفراغ بنفسك نورتيني